كده السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة إن العلاقات المصرية السعودية بتستمد قوتها من الزخم الشعبي بين الشعبين الشقيقين واللي بتربطهم أواصر الدين والعروبة والدم والمصير المشترك جاء ذلك بعد لقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة بالوزير أحمد بن سليمان الراكحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وتم منقشة عدد من الملفات الهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزاراتين لتقنين أوضاع السفر العمالة بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية وكتب السفير السعودي أسامة نقلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تمر لقاءات الخير بين الشقيقتين السعودية ومصر في القاهرة باجتماع معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراكحي ومعالي وزير القوى العاملة محمد صعفان لبحث كل ما يعود بالخير على شعبي البلدين في مجال القوى العاملة اشتركوا في القناة